لو عندك محاضرة أو عرض أو كلمة أمام الجمهور أو مجموعة من الناس هذا الفيديو موجه لك يعتبر التحدث أمام الجمهور إحدى المشكلات والصعوبات التي يعاني منها أغلب الأشخاص ففن الإلقاء أو الخطابة أو التحدث أمام الجمهور وامتلك القدرة على التحدث بشكل جيد أمام الجمهور وإيصال الفكرة بشكل واضح وبدون خوف أو توطر أو ارتباك أو خجر فإتقانك لفن ومهارة التحدث أمام الجمهور والتواصل معه وأمر أساسي وضروري لإقناع جمهورك بفكرتك أو وجهة نظرك سأقدم لك خمس نصائح إن طبقتها ستصبح متحدث بارع أمام الجمهور وبدون خوف أو خجر أو ارتباك أول نصيحة هي الصمت لا تتحدث فور إعطائك الكلمة بعض الأشخاص يبدأون في التحدث فورا وذلك نتيجة لتوترهم وهذا يدل على خوفهم وارتباكهم لكن بدل ذلك خذ نفسنا عميقا وانتظر لبعض ثواني قبل البدء فإذا كنت تلقي عرض مثلا شغل كل أدوات المتعلقة بالعرض كالحاسوب والبويربونت بهذه الطريقة ستربك جمهورك لأن الكل يكون منتظر منك أول كلمة أو جملة ستنطق بها وما الموضوع الذي سوف تقدمه ثانيا أهم شيء المقدمة اصنع مقدمة خرافية وتدرب عليها بشكل جيد جدا في المنزل ثم يلقيها أمام جمهورك بكل ثقة بهذه الطريقة ستعطي انطبع أولي بأنك متمكن من الموضوع الذي ستقدمه ثالثا تكلم ببطء وحافظ على الاتصال البصري مع الأشخاص أثناء حديثك واستعمل لغة الجسد تواصل بصريا مع الأشخاص أثناء حديثك ثم استعمل حركة اليدين أثناء الشرح ثم تحرك على المنصة بكل ثقة إذا كنت واقفا رابعا قم بتنصيق فقارات الموضوع الذي سوف تقدمه مثلا إذا كان لديك عرض حول موضوع الاكتئاب سيكون تنصيق الفقارات على الشكل التالي أولا تعريف الاكتئاب ثم ثانيا أنواع الاكتئاب ثم ثالثا أسباب الاكتئاب ثم رابعا النظرية المفسيرة الاكتئاب ثم خامسا أشخاص ثم سادسا العلاج هذا مجرد مثال بسيط وأثناء تقديمك للبوربونت تجنب كتابة فقرة أو نص طويل لكي لا تشعر جمهورك بالملل وأثناء تقديمك للعرض استعمل الصور ثم المنحنايات ثم الجداول ثم الإحصائيات وإذن لا تنسى ترقيم الصفحات لأن في الآخير ستطلق مجموعة من الأسئلة ويسهل عليك العودة إلى الصفحات خامسا حاول أثناء العرض عدم استعمال الورقة تدرب على الموضوع الذي ستقدمه في المنزل جيدا ثم إذا استعملت ورقة استعمل ورقة بسيطة فقط ضعفها النقاط الأساسية ورؤوس الأقلام يعني في حالة ناس تشيء ترجع إليها للتأكد وأيضا لا بد من أن تكون لديك معرفة مسبقة بالجمهور الذي ستتحدث معه يعني من تخاطب وما هي خلفيتهم العلمية أيضا أثناء العرض استعمل روح الدعابة لتجعل الجمهور يتفاعل معك وحكي لهم قصة فإن الناس تحب القصص وأيضا لكي تحظى بانتباه الجمهور وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى أن تكونوا استفدتم شكرا وإلى اللقاء